بسم الله الرحمن الرحيم وحمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى أما بعده الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث الذي يتحدث فيه عن الاحتلال الإنجليزي لمصر وكنت قد ذكرت في الحلقة الماضية ضرب والتي قبلها ضرب الإسكندرية وأنها بعد ذلك احتلها جنود في سويعات وذكرت الأسباب وذكرت مراوغات الخديو وتعاونهم مع الإنجليز ضد المصريين عموما وعرابي خصوصا وبيّنت أن الحملة الإنجليزية استعدت لتغادر إلى يعني جزء منها يغادر إسكندرية ليكمل احتلال باقي مصر طبعا أذكر هذه الأخبار وأنا متعب في الحقيقة جدا نفسيا وأرى أن الأمر يصعب عليه ذكره لكن لا بد أن نذكر هذا للإخوة والأخوات حتى يتعظوا ويعتبروا ويفهموا أحداث التاريخ ويعرفوا أن التاريخ عيد نفسه دوما وأبدا وأننا لا نكاد نستفيد من أخطائنا وأننا لن ننتصر إلا أن يشاء الله حتى نستفيد من هذه الأخطاء ونستقي العبر والعظات من أحداث التاريخ ونرجع مرة أخرى إن شاء الله وتعالى إلى مجدنا وعزنا وسعددنا وهذا سيأتي يقين أنه سيأتي أيضا أرجو أيها الإخوة والأخوات أن لا يصيبكم اليأس والقنوط والإحباط بسبب ما تسمعون فإن الإسلام قادم الإخوة والأخوات وهذا القرن هو قرن الإسلام إن شاء الله تعالى وسنصلي في بيت المقدس إن شاء الله تعالى لا تقلقوا ولا تضعفوا ولا تهنوا ولا تحزنوا ولا تيأسوا وثقوا تماما بالنصر القادم إن شاء الله تعالى لكن كل هذا إنما أذكره من أجل تعديل أحوالنا والسفادة من العبر والعظات الكثيرة جدا موجودة في ثنايا أحداث التاريخ الحديث الإنجليز بدأوا يتقدمون في اتجاه القناة قناة السويس وفي اتجاه القناة كان عرابي وهذا أحد أكبر أخطاء عرابي المميتة في الحقيقة أنه كان يظن أن الإنجليز لن يستخدم يعني زيّن له ديليسيبس وديليسيبس هو الذي أخذ كما تذكرون في حلقات الخديو سعيد أخذ امتياز شق القناة من الخديو سعيد وفتتحت سنة 1869 يعني قبل 13 عاما من دخول إنجليز إلى مصر زيّن له ديليسيبس وأغراه ما أدري هل ديليسيبس كان صادقا كان كاذبا ما أثق بهؤلاء أصلا أنا فرنسيين فقال له لا يمكن للإنجليز أن يأتوا منطقة القناة لأن منطقة القناة هي قناة دولية وشركة دولية وتتعطل الملاحة والتجارة في القناة ولا يمكن الإنجليز أن يقدم على مثل هذا الصنيع للأسف الشديد عرابي صدقه وهذه أحد أخطاء عرابي عرابي كان من باب السياسة لم يكن بعيد النظر فصدق ديليسيبس وظل إلى آخر لحظة يصدق ديليسيبس بشكل مضحك أو مبكي ما أدري يعني المهم الإنجليز تقدموا في منطقة منطقة الرمل تقدموا لكنهم لم يستطيعوا قاوم جنود المصريون قاوموهم ببسالة في الحقيقة فرجعوا إلى إسكندرية من جديد في 17 أغسطس هاجم الإنجليز الجيش المصري في غرب خرشيد وجرت معركة بالسلاح الأبيض لمدة 6 ساعات والسلاح الأبيض يعني السكاكين والخناجر والسيوف 6 ساعات انتصر المصريون وعاد الإنجليز إلى إسكندرية جرون أذيال الخيبة هذا يعني دائما عندما تتقابل وجها لوجه وتتكافأ من موازين القوى نسبيا فإن غالبا تكون لنا فضل الله تعالى ولجنودنا البواسل الشجعان الأقوياء لكن المهم وصل ويلسلي جنرال العام للحملة قلت لكم في حلقة الماضية نوعيا عينته الملكة جنرالا وقائدا عاما للحملة ويلسلي وصل في تلك الأثناء وأعلن أن الحملة الإنجليزية على مصر من أجل ردع العصاة فقط يعني عرابي من معه وتأييد الخديو وتثبيته في منصبه والقضاء على الفتن وليس لهم في مصر مطمع في غزو أو فتح يعني هذه أيضا مأساة وأي مأساة تنهي أكذب صريح وواضح حصلت مناوشات في كفر الدوار نفسي التي فيها استحكامات التي بناها عرابي وما استطاعوا أن يفعلوا شيئا استحكامات كانت قوية وصدها الجيش المصري طيب فجاءوا من البحر واحتلوا بورسعيد والسويس وظل مع ذلك عرابي على يقين بأن الإنجليز لن يدخلوا إلى منطقة القناة قال لأن القناة تبدأ عمليا من بورتوفيق تبعد كم عن السويس أيها الأخوة والأخوات ثلاثة كيلو مترات فقط يعني الإنجليز وصلوا إلى السويس تبعد عن بورتوفيق التي بدأ القناة فعليا ثلاثة كيلو مترات فقط وعرابي يظل يراهن على أن الإنجليز لن يستطيعوا يدخلوا القناة وأن هناك ميثاق شرف دولي سيرائيه الإنجليز وهالراع الإنجليز يوما ميثاق شرف وهالراع الأوروبيون والغرب عموما أي ميثاق شرف مع المسلمين بل كانوا أسرع الناس لخرقه وأسرع الناس للاتواء فيه وإذهابه أدراج الرياح يعني للأسف الشديد السويس أخلاها الجيش بدون مقاومة بدون مقاومة أخليت السويس ووصل الإنجليز إلى الإسماعيلية كم وصلوا في الإسماعيلية من طريق يعني طريق البحري السلكو في أربع عشرة ساعة وصلوا من الإسكندرية إلى إسماعيلية والسبب ظن عرابي أيضا أنهم لن يخترقوا حرمة القناة لكن تبين له بعد ذهاب أو فوات الأوان تبين له أنه مخطئ في تقديره ذلك وأن ديليسيبس استطاع أن يخدعه وستطاع أن يزين له الأمر سواء كان صادقا أو كاذبا ما يهمني في النهاية خدع عرابي واحتلت مصر للأسف الشديد بسبب هذا الخطأ التافه الخطأ الذي لو كان حصا مدن القناة وأخر على الأقل أخر دخول الإنجليز فضيحة عظمى أن يصلوا في أربع عشرة ساعة من إسكندرية إسماعيلية فضيحة عظمى أن يحتلوا إسكندرية في سويعات فضيحة يعني فضيحة أي فضيحة هي اليوم غزة غزة يعني ما تأتي يعني مثل مساحة مدينة إسكندرية يظل 23 يوما تضرب ويحاول الجنود يخترقوا ما سطعون يخترقوا وارتدوا على أدبارهم منهزمين فما بالك بمدن ضخمة موجودة وجيش ضخم لكن الآن ليس وقت للتلاوم إنما وقت لإستخراج العبر والعذات أظل عرابي يردد أن الإنجليز سيرعون القاوانين الدولية ولن يخترقوا القناة أشير على عرابي من قبل أركان حربه اللواء محمود فهمي برأي قويم جدا لو تبعه أشار عليه بسرعة ردم القناة لأن الإنجليز إن أتوا من البر سيقابلون ترعان ويقابلون قرى ويقابلون أريافا أو سيأتوا من الصحراء في مهلكة بعيدة وما كان طرق ممهدة فلو ردم القناة أتن إنجليز من راحة البر وستطاع المصريون أن يقاوموهم مقاومة جيدة لكن أن ينزلوا في النيل إلى القاهرة سيكون سهل الأمر فللأسف الشديد عرابي تردد وما وافق على هذا الرأي الحصيف والحصيف جدا بعض المؤرخين التمثل لعرابي العذر ويقول لو أنه وافق على ردم القناة لكانت تضح في دول عالمي كلها التي كانت مجتمعة في الإسطنبول أنا ذاك الكبرى يعني أن عرابي فعلا يريد المساس بمصالح الأوروبيين وخلال ردم القناة وستتعطى لتجارة دولية وملاحة دولية انظروا لهذا الاعتذار البارد من هذا المؤرخ غفر الله له اردم القناة وحافظ على مصالح شعبك ومصالح بلادك وتذهب مصالحهم أدراج الرياح ولا علاقة ننابها لكن الضعف والتردد وتضخيم الأمر الدولي ومثاق الدولي وقاوين الدولية في ذهن عرابي أدى به إلى هذا الذي حدث للأسف الشديد فهناك إذن عرابي ترك الجبهة الشرقية كلها تقريبا غير محصنة ومن هناك دخل الإنجليز ومن هناك دخل الإنجليز في واحد شين أغسطس وصل جنرال ويسلي إلى إسماعيلية مع سيمور ووصل المدد الهندي إلى السويس وهنا حصلت ضربة للجيش المصري أسر أركان حربه اللواء محمود فهمي أسر حيث كان صاعدا إلى منطقة يراقب الجنود الإنجليز فأسرته دورية بريطانية أسرته وكانت من أكبر ضربات وجهة الجيش المصري والعجيب أن عرابي في مذكراته يتهم اللواء محمود فهمي بأنه عرض نفسه للأسر لأنه استبال له أن الإنجليز سيأخذون البلد سيأخذونها فيريد أن يخفف العقوبة عن نفسه لما يحاسبهم الخديوي بعد ذلك والإنجليز ويعقدون محاكمات لكبار الضباط في القاهرة إذن كانت هذه نفسية موجودة عند الكبار الضباط وعند عرابي نفسية التنافر فإذا كان لواء أركان حربه الذي أشار عليه بردم القناة يشك فيه ويرى أنه عرض نفسه الأسر عمدا فإذن اختلفت نفوس العرابيين المدافعين عن مصر اختلفت نفوسهم هذا من أكبر أسباب الهزيمة الله سبحانه تعالى يقول ولا تنازعه فتفشل وتذهب ريحكم والتنازع ما يكون ظاهرا أو نفسيا إذا أنا كنت شاكك في لواء أركان حربي ورأيت أنه عرض البلد إلى احتلال واحتلال عرض نفسه إلى الأسر وثم طبعا وهو لواء أركان حرب ومن أكبر الضباط تعرضت بلد كل الاحتلال بعد ذلك فهذه من أكبر أسباب هزيمة العرابيين التنافر النفسي الذي كان بينهم تحول عرابي أخيرا فهم فهم عرابي أن الإنجليز سيأتون من ناحية القناة فتحول إلى مكان اسمه التل الكبير التل الكبير وحرك قواته لحرب الإنجليز بينما ظل هو في التل الكبير وكانت هذه أيضا إحدى أخطاء عرابي أنه ما تحرك مع قواته لواجه الإنجليز الذي نزلوا إلى الإسماعيلية وبقي في التل الكبير يما سنفتك مترات حوالي خمسة عشر كيلا لكن ذهب جنود بغير قائدهم هذا خطأ وأيضا بقاءه في التل الكبير لماذا ما هي الفائدة أن ينتظر حتى يغزوه القوم مفروض أن يبادر هو بقدر إمكانه الإنجليز استولوا على القصاصين يوم ستة وشيء أغسطس بعد معركتين وأظهر فيهم جنود المصريون بسالة كبيرة ودفاع مسلميت لكن ظهرت خيانة هنا والخيانة هي الأمر القاتل في كل أحوالنا ومعاركنا مع عدونا تقريبا في العصر الحديث الخيانة تدخلت كما تدخلت في فلسطين وتدخلت مرارا في فلسطين عمدار التالي الحديث وفي العراق تدخلت وفي أفغانستان تدخلت وفي الصومال تدخلت في كل مكان تدخل خيانة وتفسد على المسلمين خططهم وجهادهم ماذا حدث سآتي عليه بعد الفاصل إن شاء الله يا إخوتو والأخوات السلام عليكم مرة أخرى بعد الفاصل يا إخوتو والأخوات ذكرت أن الإنجليز استولوا على القصاصين في يوم 26 أغسطس من سنة 1882 سنة 1299 للهجرة والاستيلاء كما سبب خيانة رجل ضابط اسمه علي ومشهور بخنفس هذا الضابط للأسف شديد علي يوسف أخبر الإنجليز بأن المصريين سيتحركون في نصف الليل ليباغتوا الإنجليز وهم نائمون فجاء المصريون المساكين الجنود فوجدوا أن الإنجليز مستعدون مستعدادا كبير جدا لتلقيهم وهذه خيانة كبرى وهذا طبعا استمرت مسلسل خياناته إلى أن سلم القلعة للإنجليز في القاهرة بعد ذلك وأيضا كاد جيش المصري أن ينتصر مع هذه الخيانة لأن الإنجليز جنودهم جبناء في الجملة كل جنود أعداء الإسلام جبناء في الجملة ويندر أن تجتهم شجاع الجريء الذي يخرج ويضحي بنفسه ويرمي نفسه في المعركة وكاد جيش المصري أن ينتصر حصلت خيانة أخرى البارودي اللواء طبعا محمود سامي البارودي كان وزير حربية وكذا كان مشارك في المعركة كان جاء لينصر الجيش يعني يعاون الجيش المصري بكتيبة طلب من البدو أن يدلوه على القصاصين في الليل البدو ضللوه في الصحراء وقد ثبت أن بعض الجنود جنود حملة الضباط يعني حملة إنجليزية لما نزل إلى الإسكندرية مر على البادية البادية الموجودة واشترى ذمم بعضهم كما رأيتم هنا عندما ضلل البادية محمود سامي البارودي في الصحراء عمدا وتأخر عن المجيء نصرة للضباط والجيش المصري الموجود في القصاصين فاستولى الإنجليز عليها بهاتين الخيانتين في 6 ستمبر حصت مفاجأة يعني صعبة وصعبة جدا المفاجأة هي أن الدولة العثمانية أعلنت عصيان عرابي وقلت لكم هذا أنا من قبل لكن التوقيت التوقيت طبعا الإنجليز مئات الآلاف من هذا المنشور العثماني والفرمان العثماني للأسف الشديد ولا أدري كيف تورط عبد الحميد بهذا لكن مهم سلطان عبد الحميد وذكرت بعض الأسباب يعني لهذا في الحلقة الماضية ما أعيد عيدها الآن لا لأن أسباب تافيها في ظني وكان عمادها ضغط الإنجليز على سلطان عبد الحميد ليصدر الفرمان فوزع هذا الفرمان بمئات الآلاف طبع ووزع على ضباط والجنود في كل الجبهات والعربان البادية الأعيان في قاهرة الباشوات كل الناس لحصل نوع من الهزيمة النفسية بسبب هذا لأن عرابي ما كان يتوقف عن ذكر أنه يجاهد هذا الجهاد ويقاتل هذا القتال من أجل نصرة السلطان العثماني في اسطنبول وحماية البلاد المصرية فلما جاء إعلان عصيان عرابي من السلطان العثماني فلكم أن تعلموا إذن النفسية التي كانت عن الضباط والجنود الذين كانوا يدافعون مع عرابي عن مصر وقد ثبت أن بعض الضباط وبعض الجنود انفضوا عنه بعد هذا المنشور وحصل أيضا بلبلة كبيرة وكبيرة جدا في المدن وبالذات في القاهرة عندما نزل هذا المنشور وهي خطأ يعني هذا خطأ كبير وكبير جدا وقع فيه السلطان عبد الحميد واستغله الإنجليز أسوأ استغلال طبعا للأسف الشديد أيضا سلطان باشا في هذه الأوقات تحول إلى الخدي والإنجليز وباشا بنفسه توزيع المنشور إلى العربان والبادية والأعيان والناس السلطان باشا أيضا أحد مؤسسين الحزب الوطني القديم إذن ثلاثة أصبحوا اسماعيل راغب باشا عمر رطفي باشا اسماعيل راغب باشا رئيس الوزراء مصر ذكرت لكم في حلقة الماضية أنه تحول إلى الخدي والإنجليز وكان أحد أعضاء الحزب الوطني القديم عمر رطفي باشا محافظة إسكندرية والآن محمد سلطان باشا أبو هدى شعراوي أو هدى محمد سلطان اتسمت باسم زوجها شعراوي وسارت هدى شعراوي هذا أبوها تحول إلى الإنجليز للأسف الشديد وكفت الخديو ويعني تعد عن العرابي والعرابيين وكان منشورا خطيرا موقعا من الخليفة سقطت به هيبة عرابي وضعفت به الروح المعنوية في الجيش ونفوس بعض الأفراد الشعب كما قلت لكم العرابي كان رابطا في التل الكبير وأنا قلت لكم التل الكبير بعيد عن السماعيلية 15 كيلا لا هو بعيد عن القصاصين 15 كيلا وكانت المسافة قريبة وكان ينبغي على العرابي أن يتقدم ما كان ينبغي أن يبقى في مكانه كان ينبغي أن يتقدم إلى المكان إلى القصاصين ماذا حدى الإنجليز بدأوا يعني يريدون أن انتخلصوا من العرابي وذهب إلى التل الكبير وإنهاء المعركة ولسلي بنفسه قاد المعركة قادها في جهة مكشوفة يعني التل الكبير مكان مكشوف كان ينبغي أن توضع الاستحكامات مبكرة والمراقبة بعيدة عن التل الكبير كل هذا تقريبا لم يجري كما ينبغي قرر ولسلي الزحف في الليل لأنه غصص حار وحار جدا وعبر الصحراء أصدر أميره بإطفاء الأنوار في الليل تماما وللأسف الشديد أنه استعان في أثناء سيري بالبادي بالبدو وهذه خيانة أيضا كبرى استعان بالبدو في أثناء سيري أذين أرشدوه إلى المعسكر المصري ومواقع المصريين زحف فلسلي في خمسة عشر ألف جندي وستين مدفعا وهذا عدد ضخم وفيهم الفرسان والمشا وقوات المهندسين وعمال الإشارة وكان يتقدم قواته بعض ضباط الأسطول الذين تمرسوا على الاسترشاد بالنجوم بالنجوم في المناطق الصحراوية لكن ما استطاعوا الاحتداء في مسالك الصحراء إلى المعسكر المصري لولا بعض البدو من العربان قبيلة معينة ما أحب أذكر اسمها الآن حتى لا أشاهر بأبنائها مرشدين وجواسيس أيضا هناك قائد آخر خان اسم أحمد عبد الغفار هذا كان خائنا استغله محمد سلطان باشا ليكون في المقدمة الزحف الإنجليزي تصوروا وأرسل أمريلاي علي يوسف الشهير بخنفس قتلكم يعني كان خائنا أرسل إلى عرابي طمئنه لأن ما اتضحت خيانته بعد أرسل إلى عرابي طمئنه وأن الإنجليز لن يتقدموا ليلا فكونوا مطمئنين فنام الجند واطمئنه بدون أن يجعل هناك حراسة متقدمة بدون يجعل هناك دورية ليلية مناسبة فجاءوا جاءوا إلى المعسكر المصري وفاجأوا عرابي والمصريين الذين كانوا في المعسكر التل الكبير فاجأوا بالهجوم ولم يستيقظوا إلا على إطلاق النار في موقعهم وجدوا أن العدو يحيط بالموقع كله على شكل نصف دائرة وولسلي أمر باقتحام الاستحكامات الأمامية خسر الإنجليز في هذه العملية حوالي 200 من الجنود لكن المصريين خسروا عدادا ضخمة أضعاف أضعاف هذا العدد وأيضا أحاط الإنجليز بعد ذلك بالمعسكر المصري من كل جانب جاء ضابط اسم لو أحاط بالجانب الآخر وألقوا الأسلحة ولا ذو بالفرار لما رأوا هذا المنظر والليل في الليل وكذا طبعا لم يدخلوا هذه المعركة من نفر من ضباط المصريين ثبتوا في مواقعهم واستبسلوا بالدفاع ولم يرضوا بالاستسلام ولا بالفرار من الزحف وهو كبيرا من الكبائر فقد ثبت أيضا الأميرلاي محمد عبيد وكان قائد للسودانيين أنه كان السودانيون المصريين شيئا واحدا كان السودانيون المصريون شيئا واحدا فثبت حتى استشهد أو نسأل الله أن يقبلوا في الشهداء والمدفعية بقيادة يوزباشي حسن رضوان ظلت تضرب بدون أن تستسلم وظل صامضا إلى أن أحاط به الجنود وحملوه إلى ويلسلي الذي أكبر فيه هذا القتال والجهاد إلى آخر لحظة وسلم له سيفه احتراما لبسالته يعني ما أخذ سيفه وأسره وكان هذا العمل يخفف من نفوسنا قليلا الخيانات التي حدثت من الضابط الكبير أحمد عبد الغفار أو صغير وليس كبيرا أمهم يعني كبير في مرتبته والأميرلاي قائد القائد علي يوسف مشهور بخنفس وخيانات العربان وخيانات ينخفف عننا قليلا أن هناك من ثبت في مكانه حتى استشهد وهناك من ثبت في مكانه حتى حمل حملا إلى قائد الحملة ويلسلي بعد أن كل الذين معه انفضوا عنه عرابي لما رأى الموقف هكذا طبعا تسلل ووصل إلى القاهرة بصورة أو بأخرى يعني مشى في الليل ووصل إلى الزقازيق وجد قطارا نقله إلى القاهرة سريعا والقاهرة كانت باتت آنذاك في قلق عظيم واضطراب وكان الناس يروحون ويغدون في القاهرة وكان الحكمدار يعني حاكم القاهرة يحمي المتاجر والمساكن الأوروبيين الرعاية من أجل أن لا يفتك بها المصريون والمجلس كان منعقدا إلى أن جاء عرابي العاصمة وبيّن للمجتمعين ماذا حدث هنا انقسمت الآراء فبين قائل نواصل المعركة ولا نسمح أبدا للإنجليز أن يتقدموا وبكل ما أوتينا من قوة وكان بعض حتى الكبراء والأعيان على هذا الرأي وبعضهم مال إلى الاستسلام للأسف الشديد ذلنا عن النفوس كيف كانت متخاذلة وضعيفة عند هؤلاء الأعيان الذين كانوا مجتمعين لتقريب مستقبل مصر وكيف يصنعون بهذه الحملة القادمة إلى القاهرة في الحقيقة أنا أريد أن أقف قليلا هنا قبل أن أذكر مقدم الإنجليز إلى القاهرة وماذا صنعوا بعد ذلك وكيف دخلوا القاهرة لأقرر أن هزيمة الجيش المصري لن تكون إلا لضعف في التقرير وضعف في النظر وللخيانات الموجودة وضعف في الاستعداد عام أنا أتكلم عن معركة التل الكبير وما سبقها من معارك من الإسكندرية إلى معركة التل الكبير وهذه الهزيمة خسرت أيضا بسبب أن بعض كبار الضباط إما أسر مثل محمود فهمي قلت لكم أن عرابي كان في شك من أسره أو سبب أسره وراء أنه متعامل أيضا مع الإنجليز بسبب أو بآخر أو بصورة أو بأخرى أو بعض الضباط الكبار أصيبوا وخرجوا وأثر ذلك على عرابي أيما تأثير سأذكر في الحلقة القادمة هذه القضايا بالتفصيل المخرج أشار بانتهاء الوقت في الحقيقة وهناك فوائد وعبر وعضات كثيرة في هذه القضية سأذكر في حلقة القادمة أسباب الهزيمة بالتفصيل وآتي عليها وآتي على دخول الإنجليز القاهرة معذر على هذه الأخبار المزعجة للنفوس والعقول والقلوب لكن لا مفر من ذكرها للإستفادة والعبرة والعظة وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته